أسعدتم أوقات أيها المفكرون الصغار سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الفا سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسم بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الفا حفل الروضة أقامت الروضة حفلا كبيرا لبست البنات زي الفراشات لبس الأولاد زي الفرسان فرح الجميع بالحفل النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل الصغير إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الفا وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة من الصور التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الفا وتنتقل إلى قصة حرف الفا ستقوم عزيز المفكر بالاستماع إلى قصة حرف الفا بعنوان الفيل فلفول وتأمل الصور الموجودة أمامك من ثم محاولة إعادة سرد قصة الفيل فلفول بلغتك الخاصة وهنا عزيز المفكر عليك أن تطلع وتقرأ كلمات قصة الفيل فلفول وأن تبحث عن الكلمات التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الفا في أول ووسط وآخر الكلمة وبعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة وهنا عزيز المتواصل سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم الحرف فا وتمييز صوت الحرف ف وأيضا عليك نطق حرف الفا مع المدود القصيرة الفتحة الضمة والكسرة ف ف في ولا تنسى أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز صوت حرف الفا مع المدود الطويلة الألف الواو والياء ف ف في أما هنا عزيز المتواصل الصغير عليك أن تقوم بدورك لمهارتي التركيب والتحليل وذلك بقيامك بتركيب المقاطع الصوتية لتكون كلمة مثل المقطع الصوتي ف والمقطع الصوتي د لتكون كلمة فادي وكذلك عليك تحليل الكلمات إلى مقاطعها الصوتية ككلمة فارس المقطع الأول المقطع الثاني المقطع الثالث ثم عليك تهجئة وقراءة الجمل بصوت وسرعة واضحة كجملة عليك القيام بدورك فتقوم بكتابة حرف الفاء منفصلا وحرف الفاء في بداية الكلمة وأيضا كتابة حرف الفاء مع المدود الطويلة فا ف في وأخيرا عليك كتابة كلمة فارس بالشكل والاتجاه الصحيحين هذا كل ما لدينا لدرس حرف الفاء لهذا الأسبوع أسعدتم أوقاتا ترجمة نانسي قنقر